وابناتي طلاب المدارس الزراعية طلاب الصف الاول بمنظومة الجدارات المهنية اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة على قناتكم قناة التعليم الفني حلقتنا ان شاء الله النهاردة هتكون استكمالا لوحدات الصف الاول لبرنامج فني الحاصلات البستانية وحنستكمل فيها مع حضراتكم المخرجات التعلم الخاصة بوحدة مشاتل الحاصلات البستانية كاحد الوحدات التي يتم تدريبنا فيها على الجدارات الفنية الاساسية لبرنامج فني الحاصلات البستانية في الحلقة اللي فاتت قدمنا لبرنامج فني الحاصلات البستانية وتعرفنا مع حضراتكم على اهم الوحدات التي سيتم درستها واهم مخرجات التعلم في هذه الوحدات التي سيتم التدريب عليها في خلال البرنامج بتاعنا اللي مدته ثلاث سنوات النهاردة ان شاء الله هنستكمل الوحدة الاساسية من وحدات برنامج فني الحاصلات البستانية وهي وحدة مشاتل الحاصلات البستانية في البداية هنذكر حضراتكم باهم مخرجات التعلم الخاصة بهذه الوحدة وحدة مشاتل الحاصلات البستانية زي ما احنا تعرفنا عليها في الحلقة اللي فاتت ان بتتضمن ثلاث مخرجات تعلم المخرج الاول خاص بتجهيز ادوات المشتل وتجهيز المشتل المخرج الثاني ازاي بنفذ عملية طرق التكاثر المختلفة لنباتات الحاصلات البستانية والمخرج الثالث تطبيق الممارسات الزراعية بالمشتل يبقى وحدتنا بتتضمن ثلاث مخرجات تعلم المخرج الاول خاص بتجهيز المشتل والمخرج الثاني خاص باجراء عمليات التكاثر لنباتات الحاصلات البستانية بصفة عامة والمخرج الثالث بتنفيذ اهم الممارسات الزراعية داخل المشتل الجزء الخاص بتجهيز المشتل بنتعلم فيه مجموعة من المهارات الخاصة بنتعرف على أهم الأدوات اللي بتم استخدامها داخل المشتل ودي كانت موضوع حلقتنا للمرة اللي فاتت النهاردة إن شاء الله هنستكمل الجزء الخاص بتجهيز المشتل وهو إزاي بتم تقسيم المشتل وإيه هي الأدوات اللي أنا بستخدمها لإجراء عملية التقسيم وما هي أهم المنشآت اللي موجودة في المشتل ودور كل منشآة من هذه المنشآت والفايدة اللي بتعود علي من استخدامها وأهميتها داخل مشاتل الحاصلات البستانية المخرج الثاني بيكون خاص بإجراء عمليات التقاسر للباتات الحاصلات البستانية ولما نقول عمليات التقاسر إذن هنا هناك مجموعة كبيرة جدا من طرق التقاسر الخضري هنتعرف عليها تفصيلا وحنتضرب عليها داخل مدارسنا وحنتعرف على طريقة التقاسر الجنسي بالبزرة وحنا نعرف إزاي بتتم وهي اشتراطاتها ومكونات الطربة اللي بيتم فيها عملية الزراعة وهل بيتم زراعة كل النباتات بطريقة واحدة ولا بتختلف طرق زراعة البزرة من النبات إلى آخر حسب مجموعة من المعاملات بعد كده في المخرج الأخير حنتعرف على أهم الممارسات الزراعية التي تتم داخل المشتل كبعض العمليات الفنية زي عملية التفريد وعملية التدوير وعملية الري وعملية التسميد وعملية الأقلمة وفي النهاية إزاي بيتم تسجيل البيانات والتعرف على أهم السجلات التي يتم استخدامها داخل مشاتر الحصلات البستانية وكل السجل من هذه السجلات ما هو استخدامه وكيف يتم التدوين فيه في البداية هنتعرف على المخرج الأول تجهيز مشاتر الحصلات البستانية وده كان له ثلاث معايير أداء يستخدم الألات والأدوات وده كان موضوع حلقتنا المرة اللي فاتت المعيار التاني يقسم أرض المشتر وده إن شاء الله حيكون موضوع حلقتنا النهاردة وعندي أجدا فيه معيار كمان بيجهز بيئة إزرع بالنسبة للمخرج الأول والمعيار الأول اللي هو التعرف على الأدوات وكيفية استخدامها كان هناك دليل تعلم بناء موجود في صورة بطاقة ملاحظة عرفنا من هذا الدليل إن فيه إزاي إن أنا بيتم أو بنوت بطاقة الملاحظة اللي حيتم من خلال عملية التقييم أول بند إن أنا بختار الأداة المناسبة لتنفيذ العملية بعد كده بيتم اتباع إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية بعد كده إزاي الأداة ديت بيتم استخدامها وبعد ما بيتم استخدامها إزاي بيتم لها عملية الصيانة البسيطة ثم بعد ذلك كيف يتم تخزين هذه الأداة يبقى الجزء الأول والمعيار الأول من المعيير في هذا المخرج خاص باستخدام أدوات المشتل هذه الأدوات إحنا تعرفنا عليها في الحلقة اللي فاتت وعرفنا كل آلة من هذه الألات ما هو استخدامها وأنا بستخدمها في إيه وهذه الألات بيتم استخدامنا لها اتباعا بتنفيذ العمليات الفنية التي يتم إجراءها داخل الوحدة الخاصة بمشاتر الحاصلات البستانية يبقى هنا إحنا تعرفنا على الأدوات وعرفنا كيفية استخدامها الاستخدام الأمثل وعرفنا أن كل آلة من هذه الألات وكل أداة من هذه الأدوات لها استخدامات معينة وعند استخدامها أنا بحدد في البداية أعرف إيه هي العملية المناسبة اللي أنا حقوم بتنفيذها وعند تنفيذ هذه العملية بيتم استعارض واستخراج هذه الأدوات من المخازن بعد اتباع تعليمات الصحة والسلامة المهنية الخاصة باستخدام هذه الألة بعد كده إزاي بيتم استخدامها وبعد كده في النهاية بيتم عمل إجراء صيانة بسيطة لها إذا تطلب الأمر ثم بعد ذلك يتم إجراء تخزينها داخل مخازن المشتل الجزء الثاني في صيانة الأدوات وتنسقها أول جزء وأول حاجة كنا بنعرفها في الأدوات اللي عندي لابد من إزالة الأتربة والطين وبقايا الأنسجة النباتية اللي موجودة عليها لحماية هذه الأدوات من الصدق ثم تعرضها للتلف فيما بعد يبقى أول حاجة أنا براعيها عند استخدام أي آلة من الألات وأي أداة من الأدوات اللي موجودة داخل مشاتل الحاصلات البستانية عملية مهمة وعملية بسيطة ولا تكلف المزيد من الوقت ولكن هي في النهاية بتبقى عملية اقتصادية لإني لو أنا أجرتها بطريقة جيدة بوفر عائد اقتصادي عن طريق إطالة العمر الاقتصادي لهذه الآلة أول حاجة أن أنا بتأكد أني لو في بقايا من الأتربة أو بقايا من التربة أو الطمي على هذه الآلة بيتم إزالتها عندي الأجزاء الحادة في الآلة دي بتأكد أن هي السلاح بتاعها لزال حاد ولو هو في حاجة إلى سن بيتم سن هذا الجزء الجزء الثاني لو في بقايا من الأجزاء النباتية بيتم استبعادها وإزالتها حتى لا يتعرض أو تتعرض هذه الآلة إلى التلف بعد كده بالنسبة لماكينات قص النجيل ودي من الماكينات المهمة جدا التي يتم بيها قص وتشكيل المسطحات الخضراء بيتم تنظفها باستخدام الهواء المندفع بنظف الفلاتر وبنظف الأماكن التخزين والجزء الخاص بسككين القاطع اللي موجودة فيها للحفاظ عليها وضمان جودتها بعد كده ولو عندي أحد الخراطيم التي تستخدم في عملية الري إحنا لما جينا تعرفنا على الأدوات المستخدمة في ري نباتات الحصولات الجستانية تدرجنا في هذه الآلات والأدوات المستخدمة داخل المشتل عند كانك الري بساعاته المختلفة وقلنا إن كانكة الري أو كانك الري ده بتكون عبوات من البلاستيك غالبا مختلفة الساعات وبلاحظ إن ساعة الكنك بتكون مدونة باللتر على جسم الكنك فيه منها صغير 4 و 5 لتر وبتصل لحوالي 9 لتر في بعض الأحيان بيكون موجود فيها رشاش أو مصفى في الجهة الأمامية لتنظيم اندفاع وسريان الماء من هذا الكنك حتى أحافظ على النباتات التي سيتم ريها في بعض الأحيان عند إجراء عمليات الري بلاحظ إن أنا ممكن أستخدم خراطيم الري بساعتها المختلفة يفضل عند استخدام هذه الخراطيم وبعد الانتهاء منها إن أنا بفرغ محتواها من الماء بيتم لفها لف جيد لضمان جودتها وضمان سلامت يبقى عندي فيه مجموعة من المعيير ومجموعة من الخطوات المهمة جدا بيجب اتباعها عند إجراء عمليات الصيانة البسيطة لأدوات المشتل منها إزالة الأطلبة، إزالة الطين، إزالة بقايا الأجزاء النباتية سن الأجزاء الحادة في الأسلحة القطع إذا كانت هناك حاجة إلى سنها بيتم لف خراطيم الرأي لو كان عندي مكانة زي مكينة قص النجيل بيتم تنظفها باستخدام الهواء المندفع ثم بعد ذلك بيتم وضع وتخزين هذه الآلات والدوات في مشتر الحاصلات البستانية لحين العودة إلى استخدامها مرة أخرى يبقى هنا الآلة أنا بيتم استدعاءها والحصول عليها عند تنفيذ العملية ثم بعد ذلك بيتم إرجاعها مرة تانية للمخزن عند الرغبة في تخزينها لحين العودة لاستخدامها مرة أخرى طيب ما هي أهم مهمات الصحة والسلامة المهنية المستخدمة في وحدة الحاصلات البستانية ومشات الحاصلات البستانية بيكون دايما عندي داخل مشتر الحاصلات البستانية صندوق احنا بنسميه صندوق الإسعافات الأولي العامل في مجال الحاصلات البستانية وفي مجال المشاتل بصفة أساسية قد يتعرض لبعض الحاجات البسيطة اللي بتتطلب رعاية سريعة يعني على سبيل المثال أنا بتعامل مع نباتات فيها أشواك حادة بتعامل مع أدوات فيها أسلحة قطع ربما بخطأ استخدام أو سوء استخدام أو سوء تقدير البعد بتاع الآلة بيتم التعرض لبعض المشاكل البسيطة يبقى يجب عندي يكون في عندي صندوق إسعافات أولية بيكون فيه رباط من الشاش بيكون فيه شريط لاصق بيكون فيه مادة مطهرة بشكل أو بآخر بيقوم من خلالها تطهير الجروح إذا تمت وتنظيفها ونحاول وقف نزيف الدم إذا كان موجود لحين إجراء عملات الإسعافات العجلة إذا تم بعد ذلك عندي أيضا من أهم الأدوات اللي موجودة داخل المشتل عندي طفايات الحريق طفاية الحريق من ضمن مستلزمات السلامة والصحة المهنية داخل مشاتل الحاصلات البستانية وهي جزء رئيسي وأساسي ربما أنا بتعامل مع نباتات فيها أجزاء جفة وفي بعض الأحيان بيبقى عندي نواتج تقليم ونواتج تربية وعندي منشآت داخل المشتل بصوباتها المختلفة فيجب عندي أن يكون فيها آلة تساعدني على إخماد أي حريق يحصل لأي سبب من الأسباب داخل المشتل عندي أيضا المجموعة الملابس الخاصة بالعامل الفني في مجال الحاصلات البستانية أنا بيكون عندي حزاء خاص بتنفيذ العمليات حزاء بوت كبير بيكون عندي قفاز وجوانتي بستخدمه عند تنفيذ العمليات الفنية المختلفة بيكون عندي واقي للرأس من أشعة الشمس لأننا متعرض في العمل داخل المشاتل لفترات طويلة في أشعة الشمس المباشرة خاصة في فصول الصيف بيكون عندي نظارة بواقية للعين من نواتج التقليم ونواتج القص والأتربة والغبار وأيضا أشعة الشمس يبقى هنا وممكن والأساسي عندي بيكون عندي أفرول بيتم بيه تغطية الجسم بالكامل وحمايته من الأجزاء النباتية اللي بيتم التعامل معه يبقى هنا في عندي مجموعة من الأدوات والمهمات السلامة والصحة المهنية يجب أن تكون متوفرة داخل مشاتل الحاصلات البستانية وحدة أو صندوق الأسعافات الأولية البسيطة طفيات الحريق والملابس الخاصة بالعامل الفني وبعد كده بيكون فيه غرفة خاصة بعملية الغسيل بيكون فيها ملحق بيها شبه حمام بيتم استخدامه لتنظيف أو اتباع للعامل بعد إجراء العملات الفنية المختلفة بيتم إجراء عمليات التطهير والنظافة الشخصية للعامل كل هذه المهمات بتكون مكون أساسي من المكونات الموجودة داخل مشاتل الحاصلات البستانية عندنا من الأجزاء المهمة جدا كيفية تقسيم أرض المشتل تبعا لنوع الإنتاج وتعليمات السلامة والصحة المهنية أيضا يبقى المخرج التاني خاص بتقسيم أرض المشتل وإذا بيكون تقييمنا فيها برضو عن طريق بطاقة ملاحظة يعني هي مهارة عملية إحنا بنقوم بتنفذها بطاقة الملاحظة لها مجموعة من البنود أنا لما أجي نفذ عملية التقسيم أول حاجة أنا هختار الأدوات اللازمة لتنفيذ عملية تقسيم أرض المشتل ولما نتكلم هنا على تقسيم أرض المشتل معناها أننا هقسمها إلى مشايات هقسمها إلى أحواض بتختلف ساعتها على حسب الأنواع النباتية اللي موجودة يبقى هنا طالما أننا هستخدم آلة تؤدي هذا الغرض يبقى هي الأدوات من اللي احنا أخذناها في الحلقة اللي فاتت تعرفنا على الحلقة اللي فاتت حتساعدني في تنفيذ هذه المهارة أنا ممكن أحتاج الكوريك ممكن أحتاج الفقس البلدي ممكن أحتاج الكرك لإجراء عملية التسوية ممكن أحتاج المنقرة ممكن أحتاج الفقس الفرنساوي ممكن أحتاج الكوريك الفرنساوي كل هذه الأقلات هحتاج خيط هحتاج أوتاد خشبية اللي بيها من خلالها أقدر أصبط الأبعاد والزوايا وهحتاج أيضا شريط من أشريطة القياس لتحديد أبعاد الأحواض اللي موجودة عندي يبقى أول حاجة عند تقسيم أرض المشتل إلى مشايات وأحواض وأماكن تربية أنا بحتاج مجموعة من الأدوات أحتاج فأس أحتاج من أرى سواء فأس بلدي أو فأس فرنساوي من أرى بلدي أو من أرى فرنساوي أحتاج كوريك أحتاج كارك لإجراء عمليات التسوية هحتاج حبال هحتاج شريط قياس هحتاج شواء بكل هذه الأدوات بتم الاستعانة بيها واستعارتها من المخيزن لإجراء عملية تقسيم أرض المشتل ثم بعد انتهاء عملية التشغيل وعملية التقسيم بتم عادتها للمخزن مرة أخرى يبقى هنا الأدوات المطلوبة لهذه المهارة تعرفنا عليها بعد كده بتم تقسيم أرض المشتل على حسب نوعية الإنتاج الموجودة عندي لما جئنا تعرفنا على المشاتل قلنا أن مشاتل الحاصلات البستانية حسب نوعية الإنتاج ممكن تكون مشاتل متخصصة لإنتاج نوع واحد من النباتات وهناك بعض النباتات أو بعض المشاتل بتكون مشاتل مختلطة أي هي مشاتل بتنتج العديد من الأنواع يعني ممكن تنتج شتلات الفكهة وممكن تنتج نباتات الزينة وممكن تنتج شتلات الخضر يبقى هنا عملية التقسيم بتختلف على حسب نوعية الإنتاج اللي موجودة عندي بعد كده بيتم تقسيم الأرض حسب الغرض المطلوب ثم يتم بعد ذلك تخزين الأدوات يبقى عندي المهارة بتاعتي بتتضمن أربع معايير أساسية الجزء الأول باختيار الأدوات والجزء الثاني بإجراء عملية التقسيم وبعد كده زي بيتم عملية تخزين الأدوات داخل المشتل طيب هنا الأدوات اللي بيتم استخدامها زي ما احنا وضحناها الفأس والمنقرة والجروف والمقطف وعربة الحديقة والأوتاد والحبال وأشرطة القياس كل هذه من الأدوات اللي بيتم الاستعانة بيها عند تقسيم أرض المشتل عندي أهم الخطوات بيتم تقسيم أرض المشتل تبعا لنوع الإنتاج هل المشتل اللي عندي بيكون مشتل لإنتاج حاصلات الزينة ولا هو مشتل لإنتاج شتلات الخضر ولا مشتل من مشاتل الفكهة ولا مشتل لجميع الأنواع السابقة معا طيب إيه الفرق اللي موجود عندي هنا بالنسبة لمشاتل نباتات الزينة دائما ما يكون ملحق بهذه المشاتل أماكن لعرض النباتات اللي موجودة يبقى هنا مشاتل الانتاج الزينة بيكون عندي فيه معرض موجود أو منطقة موجودة لعرض الشتلات أو النباتات اللي بيتم إنتاجها داخل المشتل بالنسبة لمشاتل الخضر غالبا ما بيتم إنتاج شتلات الخضر داخل الصواني وبيتم التنويه داخل أو بيتم إنتاجها أيضا داخل الصوبات أو داخل بيوت الإكسار ثم يتم نقل هذه الشتلات من أماكن التربية والزراعة إلى أماكن الأقلمة تحت الشباك المظللة لمدة تتراوح من يومين إلى ثلاثة أيام لإجراء عملية تقصية لضمان نجاح زراعة هذه الشتلات في الأرض المستديم يبقى هنا فيه فروق بسيطة ما بين المشاتل المتخصصة لإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المتخصصة لإنتاج نباتات الزينة وعندي أيضا المشاتل المخصصة لإنتاج شتلات الفكهة حلاحظ أن غالبا ما يتم زراعة شتلات الفكهة إذا كان بيتم زراعتها عن طريق البزرة أو بيتم إكسارها خضريا في البداية ممكن يتم زراعتها داخل صواني ثم يتم نقلها إلى أكياس بلاستيك يتم التربية فيها إلى حين بيع هذه الشتلات ونقلها إلى الأراضي المستديم يبقى هنا حيبقى عندي هنا مستنبت وعندي أماكن إكسار داخل الصوب ثم يتم بعد ذلك إجراء عمليات التفريد لهذه الشتلات في المناشر اللي موجودة داخل المشتل ولو عندي أيضا مشتل مختلط يعني بيتم فيه إنتاج جميع هذه النوعيات إذن حيكون فيه جميع هذه الأدوات وهذه الأشياء المطلوبة وبيتم مناعات عملية تقسيم أرض المشتل على حسب نوع الإنتاج الخطوة الثانية بعد كده بيتم تقسيم أرض المشتل إلى الأقسام المختلفة بإقامة المشايات والممرات وهي غالبا عرضها بيكون حوالي من متر ونص إلى مترين هذه المشايات بتستخدم لتيسير عملية الانتقال من أو بين أقسام المشتل المختلفة وأيضا بيتم من خلالها وعليها مرور الآلات ومرور العمال أثناء إجراء العمليات البستانية داخل المشاتل يعني أنا هنا العامل الفني اللي شغال معايا في المشتل بيعمل إيه؟ حضرتك هتعمل إيه؟ ممكن تستخدم عربة الحديقة اللي موجودة لنقل الأصص لنقل المواد اللي موجودة داخل المشتل ممكن يكون أيضا بتستخدم لنقل النباتات من مكان إلى مكان وممكن أيضا نقل الأدوات الأصص والمواجير والطربة في بعض الأحيان بيتم نقلها إلى الأرض بتاعتي من خلال هذه المشايات يبقى عندي فيه مشايات بيكون عرضها من واحد ونص إلى اتنين متر وبيتم تأسيمها أو عملها لسهول المرور بين أقسام المشتل المختلف الخطوة اللي بعد كده زي ما احنا شايفين صورة ما حضرتكم بتبين أحد مشاتل الحاصلات البستانية وده مشتل من مشاتل الزينة هللاحظ هنا قادي الأحواض الزراعة المختلفة وموجود عندي هنا أماكن مميزة بوجود طوب من الأسمنت أو طوب من بلوكات من الأسمنت بتسمح بمرور العمال وبين كل مجموعة من صفوف الأحواض لإنتاج النباتات هناك المشاية الخاصة بإجراء عمليات المرور العمال عندي أيضا قادي صوبة بتبين لي هنا ده مشتل من المشاتل أيضا لإنتاج نباتات الزينة قادي المشاية موجودة في وسط الصوبة اللي هتسمح بالانتقال بين أقسام النباتات المختلفة هلاحظ هنا أن عند استخدام الصوبات لإنتاج الشتلات بيتم تحديد أحواض خاصة لكل نوع من أنواع النباتات هنا عندي كل نوع من أنواع النباتات تم تأسيم أو وضع حوض خاص به بعد كده بيتم تأسيمها إلى الأحواض وعندي لو عندي صوبة زجاجية بيتم عمل أحواض رأسية هنا في بعض الأحيان أيضا الشتلات بيتم عملها زي ما احنا شايفين برضو كل مجموعة نباتية موجودة في أماكن مخصصة بيها ولو عندي مشتل خاص مختلط بيكون في مجموعة قادي الصورة اللي موجودة فوق ناحية الشمال دي صوبة لإنتاج شتلات الخضر في مراحلها المختلفة بالصورة الأولينية والتانية الصورة التانية ديت لإنتاج نباتات الحاصلات البستانية زينة الصورة اللي موجودة على اليمين بتبين لي معمل من معامل زراعة الأنسجة وطريقة من طرق تربية النباتات داخل المشتد هذه أيضا صورة واضحة جدا بتبين لي ما هي أهم البيئات وإزاي بيتم زراعة شتلات الخضر داخل البيوت المحمية هلاحظ هنا هذه الصواني الفوم اللي موجود فيها الشتلات موجودة هذه الصواني في صفوف وبين هذه الصفوف مساحات بتسمح بمرور العمال لإجراء عمليات الرعاية المختلفة لهذه النباتات داخل الصوبة اللي موجودة أمام حضرتكم طيب عندنا هنا أيضا في صورة تانية بتبين مجموعة من شتلات الطماطم المرباة داخل صوبة من صوبات الحاصلات البستانية لإنتاج شتلات الخضر في أعمار متقدمة أكبر من الصورة اللي قبل كده وعندي أيضا صورة واضحة أكتر بتبين لي شكل شتلات الطماطم عند إنتاجها داخل الصواني يبقى هنا عند استخدام أو تقسيم أرض المشتل براعي أن عملية التقسيم بتختلف على حسب نوع النباتات اللي موجودة عندي اللي بتم تربيتها وبتم إكسارها غالبا شتلات الخضر أو مشاتل إنتاج الخضر بتم زراعتها وإنتاجها داخل الصواني بعيون المختلفة بعد كده عندي صورة لمشتل من مشاتل الحاصلات البستانية والصورة اللي قده بحضراتكو دي بتبين لي مشتل لإنتاج نباتات المانجو لأصناف مختلفة يبقى هنا الصوبة دي مخصصة لإنتاج شتلات المانجو وقد يكون كل المشتل مخصص لإنتاج هذه النوعية من النباتات فاكرين لما جينا نتكلمنا مع حضراتكو على جزء مهم لما جينا نتكلم على أهمية اختيار موقع المشتل قلنا إن موقع المشتل بيختلف حسب المكان اللي موجود فيه النباتات في بعض الأحيان أنا عندي هنا في جمهورية مصر العربية هناك محافظات مخصصة أو بتتركز فيها إنتاج بعض الحاصلات على سبيل المثال المحصول أو المشتل اللي احنا شايفين والنباتات اللي كانت موجودة معنا نباتات المانجو أكتر محافظة في مصر بتنتج المانجو هي محافظة الإسماعيلية فبلاحظ دايما إن معظم المشاتل المخصصة داخل هذه أو نطاق هذه محافظة إسماعيلية بيكون مخصص لإنتاج شتلات المانجو بصورة أساسية وملحق به إذا كان موجود بعض النباتات الأشجار الخاصة بعمل مصادات الرياح حول المزارة يبقى هنا الصوبة مخصصة لإنتاج نوع واحد وقد يكون المشتل الكامل مخصص لنوع واحد وممكن أن تخصص أحواط داخل الصوبة لإنتاج نوعيات نباتية مختلفة ودي غالبا ما بتتم فيه نباتات الزينة أو المشاتل الكبيرة الحجم وذات الصوبة وذات المساحات الكبيرة مشاتل أو منشآت المشتل هناك مجموعة من المنشآت الموجودة داخل مشاتل الحاصلات البستنية حنتعرف مع حضراتكم على مسميات هذه الأدواء المساحات والأجزاء بتاعة المشتل وبيوت التربية وحنتعرف على كل نوع من هذه الأنواع وما هي فائدته ومما يتركب وكيف يتم التعامل معه أول حاجة بيكون عندي من المنشآت اللي موجودة داخل المخزن موجودة المشاتل لما جلت كلمنا عن الأدوات قلت أن أنا عندي فيه مخازن المخزن ده أنا هعمل فيه إيه؟ المخازن اللي عندي هيتم فيها حفظ أواني الزراعة المختلفة من قصص ومواجير وأكياس بلاستيك وأحواط بلاستيكية وأحواط خشبية وصواني الزراعة من الفوم أو من البلاستيك والمواجير حيكون عندي فيها حفظ لطربة الصناعية اللي موجودة عندي سواء فيرميوكلايت أو بيرلايت أو بيتموس بيكتم فيها حفظ الأدوات والآلات المستخدمة داخل مشتر الحاصلات البستانية بيتم أيضا تخزين الأسمدة والمبيدات وأدوات المكافحة يبقى لازم يكون عندي هنا مخزن بيتم فيه تخزين كل الحاجات اللي احنا قلناها وأيضا بيكون فيه دولاب مخصص داخل المخزن لتخزين بزور نباتات الحاصلات البستانية اللي بيتم زراعتها داخل هذا المشتل يبقى أول جزء من مكونات وملحقات المشتل هو عبارة عن مخازن المشتل الجزء الثاني اللي موجود عندي مبنى الإدارة وحفظ السجلات بالنسبة لمبنى الإدارة وحفظ السجلات هناك مبنى إداري بيكون موجود ملحق بالمشتل ايه مكونات وايه هي الحاجات اللي موجودة فيه بيكون فيه مكتب خاص باستقبال العملاء المتعاقدين على شراء النباتات اللي موجودة آآ بيكون فيه دوليب آآ وأدراج خاصة بحفظ السجلات وفواتيل البيع وفواتيل الشراء المختلفة آآ بيكون فيه السجلات اللي بيتم فيها قيد يومية العمال والأجر اللي بيتم انفاقه والمصرفات الخاصة بالمشتل والعائد الاقتصادي اللي موجود عندي بيكون فيها المحاضر الخاصة بعمليات الزراعة اللي بتابع من خلالها عمليات الزراعة اللي بيتم داخل المشتل بيكون فيها محاضر التفريد ومحاضر التدوير والسجل دفتر 150 خاص بالإرادات والمصرفات كل هذه الأماكن بتكون أو كل هذه الأجزاء أو الأدوات والأجزاء الخاصة بإدارة المشتل بتكون موجودة في غرفة الإدارة عندي أيضا بيكون فيه مصدر للمياه العزبة وده غالبا يكون المشتل اللي عندي إما أن يكون قريب من مصادر المياه العزبة من المياه الجارية زي الترع والقنوات الري بيكون عندي ممكن يكون فيه مصدر للري عبارة عن مصدر للمياه الارتوازية لضمان توفر كمية المياه طوال فترة إنتاج النبات وعندي في النهاية بيوت الإكثار وبيوت التربية يبقى المشتل فيه مجموعة من المكونات أنا لو شغال في المشتل لازم أكون متعارف على هذه المكونات بيكون عندي المخازن بيكون عندي مكان الخاص بالإدارة بيكون عندي الجزء الخاص ببيوت التربية بيكون عندي الجزء الخاص بمصدر للمياه الري اللي موجودة عندي ومصدر مياه الري اللي موجودة سواء كان ري بحاري أو مصدر للمياه العزبة بيسموها أو عن طريق الأبار الارتوازية بيوت الإكثار هنتعرف عليها تفصيلاً ومعانا فيديوهات بتبين تركبها وزاي بتتم استخدامها وما هي نوعيات النباتية التي يتم إجراءها فيه بيوت الإكثار عندي الصوب المختلفة الصوبة بصفة عامة هي هيكل بيصنع إما من الخرصانة أو من الحديد المجلفة وبيتم تغطيته بأحد أنواع الأغطية بتختلف على حسب نوع الصوبة اللي موجودة عندي فبلاحظ عندي إيه؟ هلاحظ عندي في صوبة ممكن يكون الهيكل بتاعها أو الغطاء بتاعها مصنع من الخشب فبنقول عليها صوبة خشبي عندي صوبة لو المغطاة بالبلاستيك فبنسميها الصوبة البلاستيكية نسبة لنوع الغطاء يبقى هنا الصوبات داخل المشاتل بيتم التعرف عليها وتقسمها على حسب نوع الغطاء ممكن يكون من الخشب البغدادلي ممكن يكون من البلاستيك ممكن يكون من الفايبر جلاس ممكن يكون من السيران وممكن يكون من الزجاج فهناك نوعيات مختلفة من الصوبة هنشوف عندي الصوبة الخشبية وعندي الصوبة الزجاجية وعندي الصوبة البلاستيكية وعندي صوبة السيران المغطاة بالشبك وعندي صوبة الفايبر جلاس ويعتبر الخمس أنواع اللي موجودة عندي أشهر أنواع الصوبات التي يتم استخدامها داخل مشاتل الحاصلات المستنية يلا بينا نتعرف على كل نوع من هذه النوعيات وبنبين شرح بسيط ببين إيه هي المكونات اللي موجودة وكيفية استخدام هذه الصوبة عندي أول نوع من الصوبات اللي موجودة عندي الصوبة البلاستيكية الصوبة البلاستيكية بتستخدم لتربية النباتات التي تحتاج إلى درجة من الدفء ونسبة الرطوبة بتكون عندي إلى حد ما مرتفع هلاحظ هنا أن بيكون عندي هيكل من الصوبة اللي موجودة معنا السقف بتاعها سقف جملون أو سقف مستديق نصف دايرة على حسب ما الصوبة موجودة عندي بيكون لها هيكل من الموسير من الحديد المجلفة لها أقطار مختلفة بيكون بيتم تثبتها في الطربة ثم يتم بعد ذلك تغطيتها بالبلاستيك الصوبة اللي عندي صوبة السقف بتاعها بيكون على هيئة قوس يبقى هنا ممكن تكون صوبة السقف بتاعها جملون أو صوبة على هيئة أقواس والصوبة اللي عندي زي ما احنا شايفين قادي بيكون لها فتحة من الأمام بتكون عبارة عن باب ويفضل أن يلحق بهذا الباب اللي بيكون مغطى بالبلاستيك أن يكون هناك باب داخلي من السيران بيمنع دخول الحشرات أثناء عمليات الإكسار المختلفة داخل هذه الصوبة بنمر بالصوبة بنلاقي في عندي مشاية في وسط الصوبة هذه المشاية بتكون عرضها تقريبا حوالي متر ونص إلى مترين وبيكون على جانبي هذه المشاية الأحواض المختلفة لتربية النباتات هلاحظ أن كل حوض بيكون مخصص لإنتاج نوع واحد من النباتات عندي هنا الصوبة دي صوبة لإنتاج شتلات الفكهة المختلفة فيها شتلات زيتون وفيها شتلات جوافة وفيها شتلات لنباتات التين وأيضا شتلات لنباتات الرمان وموجود فيها صواني من صواني الزراعة لزراعة البزرة المختلفة وعندي هنا برضو شتلات نباتات الإشطة موجودة عندي داخل الصوبة وده مستنبة البزور وعندي مجموعة الأكياس النباتية وموجود هنا جزء خاص بعمليات تجهيز الترب يبقى أول نوع من الصوبة اللي عندي هي الصوبة البلاستيكية وتعتبر أكثر أنواع الصوبة انتشارا لأنها أقل تكلفة لأن الغطاء البلاستيكي عندي تقريبا الصوبة بيتم تغطيتها بكمية بسيطة من البلاستيك مقارنة بالزجاج طريقة تنفيذها سهلة بيكون عندي دعمات أو هيكل الصوبة بيكون عندي موسير من الحديد المجلفة بالأقطار المختلفة بيتم تثبتها في الأرض ثم يتم ربطها باستخدام مسامير الرابط ويكون قمة الصوبة أو سقف الصوبة عندي ممكن يكون في هيئة جملون أو بيكون سقف في صورة نصف كرة وممكن أن تكون الصوبة بالكامل تعتبر في بعض الأحيان بتكون صوبة على هيئة قوس كامل يعني هي بتكون من الأرض إلى السقف في هيئة قوس وممكن تبقى الجوانب بتاعتي مستقيمة والسقف بس هو المستدير باختلاف الشكل ما يهمنيش المهم عندي أن الهيكل بيكون موسير من الحديد المجلفة بأقطار مختلفة على حسب حجم الصوبة وبعدها بيكون فيها بيتم ربطها مع بعضها باستخدام مسامير رابط بيتم تغطيتها باستخدام البلاستيك المايكروني 200 أو بلاستيك سومكو 200 مايكروني بيكون معالج ضد أشاعة الشمس المختلفة النباتات اللي بيتم تربيتها داخل الصوبات البلاستيكية هي نباتات بتحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة ودائما المستنباتات النباتية داخل المشاتل بتتطلب درجات حرارة مرتفعة لأنها تساعد على سرعة إنبات البزور إذا كانت موجودة الزراعة عند طريق بزرق سرعة نجاح زراعة الشتلات إذا كانت الزراعة عندي عن طريق العقلة يبقى هنا أول نوع من أنواع الصوبة اللي موجودة عندي الصوبة البلاستيكية النوع الثاني من الصوبة اللي موجودة عندي الصوبة الخشبية الصوبة الخشبية زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم وهي صوبة الهيكل بتاعها الأساسي بيكون أعمدة من الخرصانة والغطاء بتاعها بيكون مكون من أجزاء من الخشب البغدادلي الخشب بيكون بيتم عمله من طبقتين متقاطعتين لضمان عدم دخول الحيوانات أو الحفاظ على النباتات اللي موجودة داخل هذه الصوبة وأيضا هذه الفتحات بتسمح بإجراء عمليات التهوية الصوبة هنا لها ببين واحد في الجهة الشرقية والآخر في الجهة القبلية بيكون ببين متقابلين بلاحظ هنا أن الأبواب اللي عندي كبيرة الحجم اللي تسمح بمرور الآلات والأدوات موجودة عندي هنا في وسط الصوبة مصدر للمياه العزبة وبيكون عبارة عن حوض بيستخدم لتوفير المياه داخل الصوبة بيكون عندي أعمدة من الخرصانة بيتم عليها تحميل أجزاء الصوبة زي ما احنا شايفين هنا جميع هيكل الصوبة مغطى بالخشب البغداد اللي من الجوانب ومن الصقف بلاحظ زي ما احنا شايفين قلنا أن الصوبة لها ببين باب ناحية الأمامية وباب من الجهة الخلفية حلاحظ هنا حاجة مهمة جدا النباتات اللي بتم تربيتها داخل هذه الصوبات أو داخل الصوبات الخشبية هي عبارة عن النباتات المحبة للظل يعني النباتات اللي موجودة عندي هنا نظراً لوجود نسبة الأخشاب أو الخشب اللي موجود دوت فبلاحظ هنا أن ضوء الشمس بيصل للنباتات دي بصورة غير مباشرة وبناء عليه بيكون عندي هنا نسبة من التزليل فالنباتات اللي عندي بتزرع هنا تسمى نباتات الظل وأعتقد أن الصوبة هنا واضحة بلاحظ هنا دايماً في الصوبات الخشبية لا يراع أو يفضل عدم زراعة النباتات المتسلقة بالقرب من جدران الصوبة حتى لا تتأثر النباتات اللي موجودة داخل هذه الصوبات يبقى عندي النوع الثاني الصوبة الخشبية تعرفنا عليها الهيكل بيكون هيكل من الخرصانة وفي بعض الأحيان بيكون هيكل معمول من عروق الخشب الكبيرة الحجم وممكن أيضاً يكون هيكل من الموسير المجلفنة ولكن غالباً بيتم صناعة هيكل الصوبة الخشبية من هيكل خرصاني من الأعمدة الخرصانية وبيتم تركيب أجزاء الخشب البغدالي وده قلنا خشب بيكون عبارة عن طبقتين من الخشب بيكون طبقتين متقاطعتين بيوفر لنسبة الظل بيوفر عملية الحماية وأيضاً يوفر عملية التهوية داخل البيوت المحمية ولحظ هنا أبنائي وابناتي الطلاب لحظوا أن المهارات اللي بيتم تدريبنا عليها مهارات مرتبطة مع بعضها عندنا وحدة من الوحدات اللي هنتضرب عليها أيضاً في الترمي التاني صيانة المنشآت الخشبية الموجودة داخل مشاتل الحاصلات البستانية وده وحدة كاملة هنتكلم فيها إزاي بيتم صيانة هذه المنشآت ومن ضمن المنشآت الخشبية اللي موجودة عندي الصوبات الخشبية الخشب ده بيحتاج دهان بيحتاج ترميم للأجزاء المكسورة والمتأكلة من الرطوبة بيحتاج إعادة صيانة نتيجة تعرضها للتلف من مياه الأمطار ومياه الري اللي موجودة داخل الصوبة يبقى هنا في عملية صيانة للبرجولات والأكشاك والكراسي اللي موجودة داخل المشتد وأيضا الجزء الخاص بصيانة الصوبات اللي موجودة عندي عندي النوع التاني من الصوبات اللي بيتم استخدامها هي عبارة عن الصوبات الزجاجية الصوبة الزجاجية أيضا هي من صوبات الانتاج من مشاتل الحاصلات البستانية الصوبة عبارة عن هيكل خرصاني بيكون لها باب بضمن بحماية الأجزاء اللي موجودة داخل هذه الصوبة بلاحظ أيضا أن الباب الخارجي باب خاص بالحماية ولكن هناك باب داخلي مصنوع من الزجاج لتوفير التدفئة لهذه النباتات يبقى فيه باب لحماية الصوبة من الداخل والباب الداخلي بيكون مصنع من الزجاج زيه زي باقي هيكل الصوبة زي ما احنا شايفين ألواح من الزجاج مركبة على أطر من الخشب وتم وضعها أو تركبها على هيكل من الخرصاني هلاحظوا أن الصوبة اللي عندي دي موجود فيها أحواض التربية في مستويين في حوض علوي وحوض رأسي وحوض في المنتصف هذه الأحواض بتستخدم لتربية النباتات اللي موجودة عندي نباتات محبة لدرجات الحرارة المرتفعة عندي نمازج مختلفة الصوبة اللي عندي دي صوبة لإكسار نباتات الزينة عندي نبات البستشية عندي نبات السنجونيوم عندي نبات الرابس عند نبات التوية عند نبات الاروكاريا عند نبات الدرسينة دي أمثلة من النباتات اللي موجودة أنا يهميني هنا أن أشوف الهيكل خاص بالصوبة في شبابيك خاصة بإجراء عملات التهوية بتم فتحها ويقف لها على حسب الحاجة في أيضا حوض لتوفير المياه اللي موجودة عندي المنصة اللي عندي أو الأحواض العلوية بتستخدم لتربية نباتات عشان توفر مساحة أكبر من في مساحة داخل الصوبة هلاحظ أن دايما هيكل الصوبة زي ما احنا شايفين كله مغطى بالزجاج هنا النباتات اللي بيتم تربيتها داخل هذه النوعية من الصوبات نباتات بتحتاج إلى درجات الحرارة المرتفعة يبقى هنا تعرفنا مع حضراتكم على ثلاث أنواع من الصوبات موجودين داخل مدارسنا الصوبة البلاستيكية الصوبة الخشبية الصوبة الزجاجية الثلاث أنواع ده اللي يعتبروا أشهر ثلاث أنواع من الصوبات الموجودة داخل مشاتل الحاصلات البستانية وأكثرهم استخداما على الإطلاق هي الصوبات المصنعة من البلاستيك أو للغطاء بتاعها من البلاستيك عندي أيضا من أنواع الصوبات اللي عندي موجود الصوبة المغطاة بالسيران الصوبة المغطاة بالسيران هي صوبات بتوفر نسبة من التظليل بتختلف على حسب نسبة التظليل اللي موجودة بالشبكة المستخدم في إجراء عمليات التغطية الصيران اللي عندي له نوعين فيه نوع بيكون لونه أبيض ونوع بيكون لونه أسود النوع الأبيض بيستخدم غالبا عند الرغبة في توفير درجات من الحرارة المخافضة وحماية النباتات من الحرارة المرتفعة في فصل الصيف الشديد الحرارة يبقى هنا باستخدم الغطاء الأبيض في حالة ارتفاع درجات الحرارة وباستخدم الغطاء الأسود في حالة انخفاض درجات الحرارة عند الرغبة في تغطية الصوبة اللي عندي به الصيران صوب السيران او الغطاء المخصوص بالسيران ممكن يستخدم لعمل المناشر بغطي المناشر اللي موجودة عندي بستخدمه ايضا لتغطية بيوت الاقلمة واماكن اقلمة الشتلات داخل مشاتل الحاصلات البستانية يبقى عندي صوب فيبر جلاس صوب الزجاجية الصوب البلاستيكية الصوب الخشبية والصوب المغطاة بالسيران يبقى احنا باقي عندنا نوع واحد من انواع الصوبات نتعرف عليه مع حضرتكم والصوب الفايبر جلاس الصوب الفايبر جلاس غالبا هي نوعية من الصوب بتكون بيتم التحكم في عمليات التهيئة المناخية داخل الصوبة من درجات حرارة ورطوبة بيتم التحكم فيها آليا بتستخدم في المشاتل الكبيرة والتي تنتج انتاج تجاري على مساحات اكبر بيتم عمل هيكل من الحديد المجلفة او من الخرصانة وبيتم تغطيته بالفايبر جلاس كاحد الاغطية التي توفر الحماية ودرجات الحرارة اللي موجودة داخل مشتل الحاصلات البستاني يبقى عندي بيوت التربية صوبات المختلفة بنوعياتها الخمسة سواء كانت بلاستيك او صوبة بلاستيكية او صوبة خشبية او صوبة زجاجية او صوبة من مغطاب السيران او صوبة من الفايبر جلاس عندي ايضا من اهم اجزاء المشتل وده جزء مهم جدا المراقد المدفعة الصوبة بالسلك زي ما احنا شايفين صوبة من السلك ديت بتستخدم كمنشر عندي المراقدة الزجاجية او الاحواض المدفعة وده جزء مهم جدا 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 ويستخدم لانبات او استنبات البزور اللي موجودة عندي الاحواض المدفعة هي مراقد بتغطى مياه من الجوانب ومن الصقف بالزجاج بيتم تمديد مصادر لاجراء عمليات التدفئة موسير بتمدد داخل التربة الخاصة بهذه المراقد بيتم فيها تمرير مياه ساخنة لاجراء تدفية النباتات وتستخدم هذه لاكثار النباتات في فصل اشتاء بتستخدم او بتفدني هذه العملية او هذه المراقد في انتاج شتلات مبكرة وتعطي ايضا اظهار مبكرة يبقى من اهم بيوت الاكثار داخل مشاتل الحاصلات البستانية بيكون عندي جزء خاص بالمشتل هو عبارة عن المراقد الزجاجية المدفعة المراقد المدفعة ارتفاحة تقريبا بيكون حوالي من 3 الى 5 سنطي 30 الى 50 سنطي بيكون عليها جزء من الزجاج بيكون فيها مواسير بتستخدم لاجراء عمليات التدفية المختلفة عندي في مجموعة من الاسس الفنية لادارة مشاتل الحاصلات البستانية يجب التنويه اليها اول حاجة اتباع قانون المشاتل قانون المشاتل ده بيوفر لي او بتأكد منه من الموقع اللي عندي مستخدم ويضمن توفر انتاج شتلات ممتازة القوانين دي بتضع الضوابط لضمان حماية الزراع للحصول على شتلات جيدة وحماية السرمة القومية كتحريم استخدام اصول تسبب تدهور الاصناف يبقى هنا عندي مجموعة من الاسس الفنية لادارة مشاتل الحاصلات البستانية غير اتباع القوانين تحديد الاهداف المرجوة من انشاء البستاني اللي موجود عندي المشاتل اللي عندي عند استخدام هذه المشاتل لابد من مراعاة مجموعة من الاسس الفنية منها اتباع القوانين منها تحديد الاهداف الخاصة باستخدام هذا المشتل منها التعرف على الظروف والبيئة المحيطة منها تنسيق العمل بالمشتل على مدار العام لضمان توفير شتلات توفر عائد اقتصادي على مدار العام هنا ابناء الطلبة والطالبات تعرفنا مع حضراتكم على المعيار الثاني من المعايير الخاصة بالمخرج الاول في وحدة مشاتل الحاصلات البستانية وكانت خاصة بالجزء الخاص بتجهيز ارض المشتل تعرفنا مع حضراتكم على ازاي بتم اجراء عملية التجهيز تعرفنا ان عملية التقييم على هذا المعيار بتتم من خلال بطاقة ملاحظة يعني مهارة عملية حضرتك هتقوم بيها داخل مدارسنا تعرفنا على كيفية تقسيم ارض المشتل ايه هي الخطوات اللي حضرتك هتعملها بصورة جيدة لضمان اجتياز هذه المهارة قلنا في البداية ان انا بتعرف او بستخرج الادوات الموجودة عندي بحدد نوعية المشتل بتاعي وتقسيم هل هو مشتل لانتاج الفكهة الشتلات فكهة ولا مشتل لانتاج شتلات الخضر ولا مشتل لانتاج شتلات الزينة بتعرف على ازاي ان انا بعمل عملية التقسيم الى احواض وبيتم عندي تقسيم ارض المشتل باستخدام مشايات عرضها من واحد ونص الى اتنين متر بيتم عندي اتعرفنا وايضا على اهم خطوات تنفيذ هذه المهارة وتعرفنا على اهم بيوت التربية واهم ملحقات المشتل اللي موجودة عندي قلنا ان المشتل عندي في مخازن في وحدة مخازن موجودة في مكتب اداري وجزء خاص بالنحية الادارية في جزء خاص ببيوت الاكسار والتربية اتعرفنا في الجزء الخاص ببيوت الاكسار والتربية على نوعيات الصوبات المختلفة والمراقد الزجاجية المدفئة شفنا مع حضراتكم المراقد الزجاجية وعرفنا ان هي بيكون ارتفاعها من 50 الى 60 سنتي بتكون مغطاة بالزجاج بيكون فيها مواسير بيمر بيها ماء ساخن لاجراء عملية التدفئة ووضحنا ان هذه المراقد بتستخدم كمستنبت للبزرة بتوفر درجات الحرارة لانباية البزور اتعرفنا على اهم بيوت التربية وقلنا ان بيوت التربية غالبا في المشاكل اللي عندي هي عبارة عن الصوبات اللي موجودة عندي وضحنا نوعيات الصوبات المختلفة وعرفنا ان كل نوع من هذه النوعيات الصوبات له غطاء بيختلف على حسب العقد او توفير العقد اقتصادي والهدف من استخدامها شفنا الصوبة البلاستيكية وشفنا ازاي بتتكون مكوناتها ايه من الهيكل ومن الغطاء شفنا الصوبة الخشبية ايضا مكوناتها ايه هيكل وغطاء وشفنا الصوبة الزجاجية من الهيكل والغطاء شفنا الصوبة الفايبر جلاس شفنا الصوبة السلكية شفنا الصوب المغطاة بالسيران ووضحنا كل نوع من هذه النوعيات من الصوبات ما هي استخداماته أنا كعامل في مجال إنتاج الحاصلات البستانية وعامل فني بتم اجتياز مهاراتنا إن شاء الله بنكون جادرين فيها ومن المرحلة الأولى بنتابع مع أسد زيتنا الأفاضل التدريب داخل مدارسنا بنتابع الجزء اللي احنا بنوضحه لحضراتكم داخل قناتنا التعليمية اللي بيتيسر على حضراتكم مجموعة المعارف والتقديم للمهارات العملية بشكل يساعد على تنفيذ المهارة وتطبيقها بشكل عملي داخل مدارسنا وضحنا ما هي أهم احتياطات الصحة والسلام المهنية الموجودة داخل المشاتل وكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية الحلقة دعواتنا لحضراتكم بالتوفيق والنجاح ونلتقي مع حضراتكم في حلقات أخرى شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته